افكار جديدة ومتنوعة غير بكاس واحد دي الروز غا تفيد قبل اخص فاتشها الكريم خليك معايا تشوفي فاش غايفيد ناقف فاش غا نستخدمو افكار رائعة ممكن شاهديها الاول مرة وكتشفي معايا كذلك فكرة مدهشة بآلة البانيني ماز مشوفين ويلا هنبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة فيديو جديد وافكار جديدة بايتني لك اتمنى استفدو منها وكنشكركم بسوزف المسابعة ما تنسونيش بلايك والبرتاج وكنتمنى لكم فرجة ممتعا نبدأو على بركة الله باول فكرة كما كنتشفو ميا كنحتاج كاس دي الروز هادا الروز هادا غا تديوه تسلقوه يعني غا تسلقوه يعني غا تسلقوه عادي وتديوه تسلقوه مع شويد الملحة وشويد السيت وغندوزو الخدر اللي غا تحتاجوه يعني ما غا تشحروه ما غا ت قليبك ما غا تشوفوا معي ديرو الخدر اللي متوفره عندكم انا هنا عندي كبا تشوفوا معي البسلم قطاعها رقيقة وعندي الجزر مبشور وبطاطا كده لكم قطاع قطاع صغيرة والفلافيل بالانواع الخضرة والحمرة متوفر عندكم صفرة زيدوها متوفر عندكم كورجة زيدوها مهم هنا الخدرة كسبقة على حساب الرغبة والكمية كديرك على حساب عدد الاشخاص كنديرو الشويد الملحة كرشوب هاد الخدرة هادي كنديرو الفوف الاسود هاي الابزر او كنديرو قطارات من الزيت يعني تزيد تروري كدور واحد ج نتوش معرقها على هاد الخدر هادي بش تشوى لكم في الفورن واحد طريقة هائلة ديرو اينو دليلزيت ما بغيتو سافي غن دخل هدل المول ديالي او مهم فاش مادر تنشو ما للفران وفاش غدي التحمر كي مشش معي هانا خرجتها يعني بكتو تحركوها مرة واحدة في الفورن كتتحركوها كديروها من تحتو النر كتكون فوق منها يعني ما كتتعدووش نهائيا كدش محمرة ولا لديدة وها هو الروس ديالي بعد ما تسلقوا صفيتو كما كتشوفوا معي كنديجة كنكون ديرو مع ش في الاخير سوف نضيف شوية الفلفل الاسود والمرح لحساب توقصها في هاد الوصفة السهلة وسريعة والديدة بزيزة شربوها على حسابي اردو عليها يعني خفيفة الفطار وخفيفة كذلك حسن لاشا ممكن ترافقوها مع اللحم شوي في كوكوت اللي ديجة تقسم سمعاكم ممكن ترافقوها مع طيبات ممكن ترافقوها مع اي حاجة انتم مبغيتو وكذلك ممكن تضيفو لها قطع ديال تشاجها كيلك تديروا نفس شي مقيلة بسورة وكيكون طبق كذلك رئيسي لاشي الله كنتم بنا فعلا هاد الوصفة الناتيدكم راها كتجي لديدة بزاف بنسبة لإضافات لكم الاختيار ضيفو الفرماج ضيفو اين ضيفو زعتر محكوكل ضيفو هنا سوف نضيفو شوي ديال ابزار وشوي ديال الملح سافي او قطرس مزيد زيتون ونقدمها بسحسكم وراحسكم في الاخير كنحط عليها قطع ديال الفرماج اللي بغي يدير معها سالفرماج هكا الحمار او اللي قطع قطع ديال الفرماج معها مهم اي حاجة دفتوها لها را كتزيدها لدعال الطاي هنا هي كتكون لديدة ما شاء الله علاش لان هاد الخدر هادي كتكون محمرة في الفرم بطريقة رائعة ما تشحروا ما تقليو ما تعدو ما تشي حاجة عشرة دقائق هاد الوصفة كتوجد غير الخدرة كتطيفو الفرم عشرة دقائق والروس اه لما يتسلق صافي كتصفو وتخلطوهم وكتقطوهم بسحسكم وراحسكم كنتمنا هاد الفكرة الليولى لانا تنال ايجاب ديالكم ما تنسوا ليش بلا يكون بارتاج الاغزالات مزالين افكار رائعة غندو زداب الفكرة التانية هستوى الجنسكة ديال الارس وهو كما قد تشوفو معايا بعدما غادي نجيب دابت نجره ديال الطاطنجره كتطيرو في هاته هي اي نوار الخدر اللي بغيتونتون وكتحتاجو شي زلافة اللي تكون ضيفة عن هاد الشكل هادها من الاهسن تكون بيضاء كما تشوفو مايا وكتشوفوها في الواسط شنو هنديروف هذه الزلافة هاتي غادي نديرو فيها داك الارس بعاد ما غادي نغسله اونسفي كما تشوفو معايا وطريقة كيف اكتب هاد الخضراء يعني كتب فقط بالبخار ديال ذاك الروز لي كي يكون كي تسلق في الزلافة يعني سافي كتجي بحلها مبخرة ما شاء الله ولكن اللي كن اكد وكن نصحكم به هو ان النار تكون مهيلة شمع يعني بحلها مطفية النار باش ان هاد طيب ليكون في 10-15 دقيقة كتكون واجد هاد الوصفة هادي من نسبة له هاد الروز هدا هنضيف لي يعني هاد الزلافة من الافضل تملقوها النيت مزيين وكنضيف واحد معلقة ديال الزلافة بتيبقى اختياري ان هاد الروز هدا بغيتو على شكل صفا يعني كي يجي الديد بزاف واللي ما بغاش يضاف ليه الروز ما يضيفوش وكنضيف واحد لعباد القرفة كندير شوية الملحة شوية السيد صافي هاد الشي فقط اللي كنديران فالأرز الخضراء ما كانت تبهلها ما ولو بغيتو تترشوها بالملحة وفي الاخير فاش كتبهو تقدموها ديروليها اي نوع ديال توابيل ديروليها المايونيز ديروليها الملح واللي بزار ديروليها اللي بغيتو فهاد الاثناء انا كنخليها هكالة طبيعتها فقط الارز اللي كنتبهل وكنديلي شوية السيد وشوية انا بغيتو يجيني بحل ما داق كيمتلكم ديال السفة سافي غدين سدى بات نجرة ديالي وهد الخضراء هذي ما شاء الله غد طيب فقط كيمتلكم والروز غيجي تهو طايب ويجي يعني رائب واحد طريقة تشوفو معي النتيجة في الاخير في الاخير يعني فاش غاية الطيب هذا الخضراء قدي نتقاسمها معكم دابا غدين سدى بات نجرة ديالي غندافق النار من بداة صفرة صفر عد نحسبليها 15 دقيقة من طفل النار كيمتلكم على نار مهيلة بحل شما نهائيا ردوا البال مع النار وحتى التوقيت يعني ممكن في عشر دقيق تقلبوها صافي دبا غادي ندوز نحل على تنجرة على حسب تنجرة دي لكم واشتقيلة واشتخفيفة باش ما تتحركش لكم الخضرة يعني يرى ممكن تقلبوها في اي لحظة بغي تنسوها باش ما تتحركش لكم الخضرة ولكن النار تكون مهيلة كنا اكد ونعود كما كتشوفوا معايا يعني هذا الوصفرة دايرة انا سنين هادي وانا كنديرها بكنا نعودها يعني كتجيل ديدة ما شاء الله وسريعة ما كيلة سلق هنا لا صفة هنا لا ما يعني كتديرو فيها الخضر اللي بغيتوا وممكن تديرو تقطع دي لجاج في واحد جنبرا كنت دي جات خاسم سو معكم حتى حتى سنة يعني بهالطريقة هادي ولكن دفت معها قطع دي لجاج ودفت معها خضر اخرى يعني كدش روعة كنتمنى فعلا هاد الفكرة هادي اناتنا اليجا بجي لكم وكتقدمها بصحتكم وراحسكم يعني فوق سواجي يستيطب لنا الخضرة دي لنا بلا قوة الاواني في الشهر الكريم وهانتو ما تهنيتو يعني كتقدمها لشكل صلاة او لا خضر مرفوقة بلحم شوي او لا اي حاج انتو ما لكم الاختيار كنتمنى فعلا هاد الفكرة كدلك التانية انكم تجربوها وبالاخص تجربو هاد الروز اللي كيجي بحل صفة يا سلام كيجي الديد بزاف ولي ما بغاش يدير مع هزيت ممكن يدير مع الزبدة ده بغاد ندوزو لنوريكم حدو صفاتي جا تقاسم سامعكم كدلك بكاس ديال الروز وهي صفة ديال الروز غانوريكم غيت صور ديالها بغيتو هارها في القناة تهي كتجي لديده بزاف مقادير كلها مضبوطة غاندوزو استعمال منهيج لهاد الالة ديال البانيني انا غانجيبوه واحد الكاس ديال الارز بعد ما غانغسلوه وكي تسقطر اشنو غاندوو بهاد الكاس هادا كنجيبوه كنشفوه بالاخص اللي كنتشتاه ولكننا مزروبين ولكننا بغي نسافره يعني ما كانش عندنا الوقت في اننا نوضع الشمش او الفران غيتتحرق ليكم المقلق كي يدير ريحة اما البانيني غير كتديروه دقيقة وكتسدو عليه صافي وكتحيدو البريز وكتخليوه يعني فتكسس ديال الالة ديال البانيني كينشف بسرع فاش غادي ينشف غادي ينطحنوه عندو بزاف ديال استعمالات ولكن انا اهم استعمال عندي هادرا مهم تكون عندكم هاد البودرة هادي ديال الارز بالاخص الى كان عندكم مشكلة للاسهال لانتموه للابناء ديالكم كتاخدو غير مالقة واحدة اه الاخديتو غير ثلاثة مرات فالنهار قلوه وداع الاسهال وخيكون حاد عن تجربة لسانوات المناس ويهنكم الادوية بالنسبة للستعمالات اخرى للارز يعني كما كنتشف معي لك شط لكم شي كيميه هكا وكانت قديمة ما تلحوهاش خليوا باش تطيروها بشي كاس وتضعو فيها الماسقع اللي عندكم باش يبقاوا ماضين وما يصديوش وكذلك ممكن تغسلوا بي القراءة ديال الزيجي لكانوا في القاع يعني فيهم ذيك اللي كيبقالين محتل يعني ذاك المرجان مكيباش كاي تحيد اولا شي قراءة صعيبة في التصنظيف يعني راح الروز مفيد بزاف عندو بسفتي استعمالات من اسم الاستعمال الاخر هاد الالذي البانيني يعني بسرعة ما شاء الله إلا كتو بحتاجين واحد كاس ديال الروز مثلا هي كيميه قليلة كتو بغي تدير شو حشوه ديالشي بسيط لات صغار او لبريوات او للا يعني مت بلا مت تتخنوا الفرار او لتتعملوا تنجرة وخص لي حضي لكم داك الكاس اللي تتحرق بعليكم مرلاحظوا معي راه ديجا حمر تقبل اه كان يعني بسرعة الاحتجي شي كيميه قليلة بعليك الا بقى لاتبانيني في جوش دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق قاع سافي كيكل الوز ديال كواجد كتسدي عليه وكتحي ديال بريز وتخليه يعني بقى لالا كتبقى شادة الحرارة ما كتحركي ما كتحضيه يعني كيتتحمر من الواجهتين وجوجو كتهني يعني من انه يتحرق ليك وانش كل يحضيه ليك وبلاخص لك تيمحي سجاغي كيميه قليلة او لبغي تدير شي سفجوك شي ضياف ولا بسرعة غير حداك يعني كيتتحمر وراه تيسخن اي حاجة يعني الاسبانيني عنده بسادي استعمال ديجا تقاسبتوها معكم يعني اي حاجة بتتخنوها اي حاجة بتتقرمشوها في البلاثة برد لكم الزعتر بردت لكم شي حاجة ديال التوابل يعني يرها بالسرعة ما شاء الله كنتو بغي نتحنو شي حاجة غير تتخدموها وطفوها يعني في البلاثة يكتبقى شادة الحرارة واحد المودة كنتمنى في الان هاد الافكار البسيطة انها تفيدكم وهناكي كل فيديو ديال نسالة كنتمنى تكونوا استفتولوا بالقليل ولمزيد من الحيال والافكار وشيوة رمضان مرحبه بكم في القناة تضروع الجديد ديال وإلى حصة قادمة بإذن الله مع السلامة